حكاية إبداع ضيفنا اليوم في برنامج مراسي فنان أطلق العنان للنور فتسرب إلى لوحاته وتملكها فنان أطلق العنان لإبداعه فتجاوز اللون والمادة ليعانق الأحساس والصفاء والذكرى ينغمس في مواضيعه بشغف المكتشف الذي لا يتعب ولا يمل ينغمس بروحه ينغمس بكليته مخاطبا الطبيعة والفلسفة والحياة والإنسان ضيفنا هو الفنان التشكيلي حمود شانتوت أهلا وسهلا فيك الصباح الخير نحن طبعا مسرورون باستضافتك اليوم الحديث بداية عن معرضك الجديد في باريس وتحديدا في الدائرة الخامسة قبالت معهد العالم العربي ما رد يحمل عنوان الانتظار الليل واللقاء باللغة العربية ولكن كان عنده اسم آخر خلينا نبدأ من العنوان كانت الصالة مقترحة اسم عشاء شانتوت لأنه المعرض مجموعة الأعمال عن عشاء الأخير عن عشاء الملائكة عن لمة العيلة عن ذكريات الحلوة بسوريا يعني فناقض فرنسي غير الاسم مقترح الاسم جديد وكان بالفرنسية الانتظار الليل اللقاء ذكرت الذكريات يعني هي عودة أيضا إلى جزورك في سوريا أكيد الفنان بيرسم مذكرات يومية وبيرسم تأثيرات الماضي عليه الحنين للماضي الحنين للعيلة الحنين للطفولة يعني بيضل طبعا أنا بيحكي عن نفسي أنه أعمالي كل ياته هو مرآة لحياتي كاملة جميل كلمة مرآة ويكون الحنين أقوى تكون حتى ذكرى أقوى عندما يترك الشخص بلده مجبرا خصوصا يعني الشعب السوري الذي يترك سوريا خصوصا بعد كل الأحداث التي لا زالت جارية ما زالت جارية في سوريا يعني الحنين يصبح أقوى الذكرى تصبح أقوى وربما أيضا التعبير عنها يكون أقوى أيضا أكيد بتتكسف حالة الحنين بطريقة ما ممكن تكون لو كان ببلده بسوريا يعني بيقعد الفنان وقت بده يشتغل بتذكر كل الماضي الجميل اللي عاشه بتذكر الفترات العائلية اللي قعد لمنت العائلة هو طفل هو كبير مع ولاده مع زوجته يعني كانت فيه استقرار أكتر لحياة بسوريا يعني هذا الترحال كثير أثر على شغلي بلبنان أربع سنوات وهون صلي هلأ سبع سنوات حمود شانتوت طبعا أوقات كثير نتكل على ذكريات معينة هي تكون أقوى من غيرها وهي تعطينا دفع معين هل هناك مثلا ذكرى معينة من طفولتك في مدينتك حما أو في دماشق حيث درست الفنون الجميلة أو حتى في باريس كان لها تأثير كبير في هذا المعرض مثلا يعني كل الأماكن اللي حكيتي عنها أكيد إلى تأثير وخاصة أنا اشتغلت في باريس فترة طويلة في كنيسة حوالي إيقونات فمن هون أنا تعلمت ما هو العشاء الأخير كيف رسم ليوناردو دافينشي العشاء الأخير وكيف الفنانين تأثروا فيه كانت المواضيع كلها ياتا بدأت محور المواضيع القديمة طبعا ودراستنا بتاريخ الفن تتمحور حول الإنجيل والتوراد نعم بالفعل ايه فأنا تأثرت بهذا الشيء لأنه فيه شيء شخصي طبعا فيه حميمية يعني هي اللمة على طاولة وحدة فيه شيء له علاقة طبعا تجاوزا بالحرب انه اللي بيصور يعني حرب الأخوة بالآخر يعني ايه فهذا الشيء فيه شيء دراماتيكي رسمت حول العشاء الأخير وفي شيء عائلي في شيء في حنين في شيء في حب فموضوع واحد بس بإحساسين مختلفين طبعا يعني ذكرت الكنيسة التي كنت تمضي فيها وقتا للتأمل أيضا وربما البحث عن وحي معين هي كنيسة سان جوليان لبوفر سان جوليان لبوفر وفيها يعني كنت تدرس أيضا أو ربما تبحث عن النور والظل يعني في الكنائس أو في أماكن العبادة عموما هناك هذا الخشوع هناك هذا الصفاء هذا الهدوء الصمت وهناك أيضا النور الظل التباين بين مواضيع مختلفة ربما قد تمر في رأس الشخص وهو في هذه الأماكن في شغلة مهمة ما حكيت عنها وهي إضاءة البوجي الشمع مهمة جدا أيضا كثير كثير مهمة للفنان أنا اشتغلت عليها مشروع تخرجي بباريس وقت كنت طالب بكلية الفنون بالبوزار فأنا أعادت يمكن بشغلي بالكنيسة أكثر ما أعود ببيتي أو أكثر ما أعود بالشارع أو أكثر ما أعود بالبوزار فكان مشروع تخرجي عن هذا الجو المليء بيعبق البخور بيعبق التاريخ الكنيسة من القرن الثاني عشر هي قريبا من نوتردام وبالنفس عمر نوتردام بس هي الكنيسة صغيرة غريك كاتوليك فأنا اشتغلت فيها فترة خمس سنوات ومشروع تخرجي بالبوزار كان عن الكنيسة بس أكثر شي رسمته فيها هو الأتموسفير الأجواء أجواء البوجي الشمع ما الذي لفت نظر ما الذي جذبك إلى الاهتمام بهذا الموضوع تأمل عملي بهذا الجو الضبابي فترة خمس سنوات هذا البوجية اللي بيضوي على الإقونة الوراء وبيضوي على الإقونستاز وأجواء الكنيسة القديمة فهذا كثير بيشد الفنان في أجواء كثير خاصة وكثير كثير 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 بتهم الفنان ففي شخص وقت شاف هذا العمل اللي أنه أي كاميرا مهما قالت حساسيتها مستحيل تطلع هذا الجو الحساسية الهوى مع الشمع جميل جماليته أيضا جماليته مع الظل فهذا الشيء كثير فادني أنا بالتكنيك كيف بتعامل مع مواضيع مختلفة وهل هذه الأجواء تدعو إلى نوع من الأمان أيضا يعني نصغر المكان إلى حدود جسمي يعني الشمعة مش مثل النور الأوي مثلا في الستوديو النور الأوي فينا نشوف كل شيء ولكن عندما يكون هناك فقط نور شمعة ينحسر المكان بطبعا خصوصية معينة وبمكان مصغر أيضا بعد أكيد حكيك صح مية بالمية أنا بحب دول الحطب بحب دول الشمينية بحب دول شمعة يدعوني التأمل هذا الشيء كثير كثير بحبه وبحاول كثير أنه بمواضيع معينة أنه ركز أهمل العمل كله وركز على هذا الضو يعني في شيء صوفي بعتقد في مقولة بيقول أنه وفيك نطول عالم الأكبر أنه من شغلة صغيرة بتقدري تبري عن شيء كبير كثير هذا الشيء أنا بالنسبة لي كثير مهم بموضوع الداخل الغرفة المرسام الأجواء الداخلية بتعبر عن الشخص وبتعبر نفس الوقت عن المكان وبتعبر أيضا باللوحات حمود شانتود أذكر بأنك فنان تشكيلي ونحن نتحدث اليوم عن معرضك الجديد في الدائرة الخامسة من باريس معرض يحمل عنوان أو الانتظار الليل اللقاء تعبر عن كل هذه الأجواء في لوحاتك بدأت الحديث بالنور الذي يتسرب إلى اللوحة ويتملكها ولكن في نفس الوقت هناك تناقض لأنه اللوحة بحد ذاتها ليس فيها نور بالمعنى القوي للكلمة يعني معناة نور القوي ولكن هناك هذا التجاوز الذي تقوم به بين السميك والشفاف السميك يعني يعطينا الانتباع وكأننا ندخل في عمق اللوحة ألوان قاتمة في بعض الأحيان والشفاف الذي هكذا يكون خفيف فيه نور فيه صفاء أيضا وتعتمد في لوحاتك هذا ما أعتقده على كل حال بعدما شاهدت هذه اللوحات يعني تكنيك تقنية الأيقونة ربما يعني نجد في هذه اللوحات كل هذه الألوان التي تمزج بين القديم والحديث بين السميك والشفاف بين كل ما هو يابس وكل ما هو رطب يعني فيه تباين يعني كأنه الشيء ونقيده ما أعرف إذا انتباعي مضبوط هذا الحقي كتير حيرو عن العمل أو عن الأعمال أو عن المعرض وتأكيد لما قولتك في مسأل ياباني بيقول إنه إذا اتحد اليانج واليين المذكر والمؤنس بيعطوا طاقة وأنا هات بعتمده كتير بيشغلي يعني بعتمد على مئة طبقة شفافة أو مئتين وبيشتغل بطبقات سميكة بمعجون كتير سميك فهي لغتنا هي هاي لغة الفنان هو ما بيقدر يحكي عن طريق الأحرف يقدر يحكي عن طريق اللون الشاعر بيحكي عن طريق الأحرف بيصف الأحرف وكل فنان أو كل شاعر بيصف أحرف معينة بيعطي عنده إحساس فظيع عن شي بدي يقوله نحن لغتنا هي لغة اللون الشفاف مع الغامق مع الفاتح مع التكوين مع الظل مع النور مع الضو فهذا بيعطي شو بده مو شو بده يقول الفنان شو بيحس الفنان اللوحة هي مجموعة أحاسيس مو هي مجموعة أفكار فهذا الشي مهم بالنسبة للفنان الفنان بيعبر عن طريق اللون فأنا عندي 12 موضوع 12 موضوع بعالجهم كل موضوع اللو تكنيك بيختلف عن الثاني مليت أو عطيت أو سكرت أول موضوع بنتقل على الثاني على الثالث بدي أرجع على أول موضوع بجوة ستاخد خمس سنين بجوة أربع سنين فالفنان بعتقد الحقيقي بيكاسو كتير بيغير كان بيأساليبه مل من أسلوب بياخد أسلوب تاني يا أنا بلصير قريب للمهنة بنقدر بنكرر نفس الشغل نفس البالية نفس الألوان أنا حتى السبور القماش أو الكرتون بغيره كتير دائما مجرب شي جديد يعني فهي لغتنا لغتنا هي لغة اللون كيف تعبر عن طريق اللون أنا أريد أن أتحدث يعني عندي فضول أعرف كل هذه المواضيع التي نتحدث عنها دائما برفقتك في برنامج مراسي مراسي ميشا خليل حديثنا مستمر مع ضيفنا حمود شانتوت الفنان التشكيلي حول معرضه الجديد في الدائرة الخامسة من باريس في جالوري تغانفاك قبالت معهد العالم العربي المعرض يبدأ في 13 سبتمبر ويستمر لمدة شهر لغاية الثالث عشر من أكتوبر 2023 نتحدث عن هذا المعرض ونتحدث عن مسيرتك حمود شانتوت طبعا تحدثت عن كثافة اللون الذي تستخدمه يعني ليس لون خفيف يعني تستخدم اللون بكثافته هل هذا يتطلب تأسيس اللوحة مختلف عن يعني اللوحة العادية أكيد حلو السؤال أنه مية بالمية أنا حسب الموضوع بأسس العمل ما في أبدا أساس ثابت للعمل يعني مثلا وقت بيشتغل عن الجدار بده تأسيس معين بيشتغل عن طبيعة الصمتة بده تأسيس معين بده خامات معينة وقت بيشتغل على الواقع مثلا على الطبيعة كمان بأسس اللوحة تأسيس معين فاختيار الخامات تناسب الموضوع اللي بدي أشتغل عليه هذا كتير 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 مهم أنت تستخدم الفن عفوا الفحم الزيت الأكريليك يعني هلأ تأسيس اللوحة لتقنية الزيت تختلف عن تأسيس اللوحة لتقنية الأكريليك أنا أتحدث لأنني درست الفنون الجميلة أيضا فأعرف عما أتحدث يعني كل موضوع تحدثت عن مواضيع مختلفة 12 موضوع تعمل عليها هل كل موضوع هو يحتم عليك أيضا استخدام المادة إن كان الفحم أو الزيت أو الأكريليك أنا بيستخدم مجموعة ألوان غير محدودة بيستخدم تيمبرا تيمبرا هي بودرة الألوان هي أصل اللون هي بتخلطية مع القوم الأربيك بيطلع على كوغواش تخلطية مع الزيت التي ت気سب الديولان يطلع الزيتي وتخلطية مع الليان أكريليك كَبْرُول يطلع أكريليك فأنا بيستخدمها لحالة بيستخدم الزيتي بيستخدم الأكريليك وبأيصنع ألوان على إيدي معاجين سميكي على إيدي نسبة المعاجين تنشغل بالسكين سكين الرسم باستخدم الكولاج باستخدم الرمل باستخدم كثير مواد بشغلي في ذلك مكتب أنا مواد مختلفة على قماش أو على كرتون أو على وراء من المواضيع المحببة على قلبك حمود شانتوت الشجرة لماذا الشجرة؟ الشجرة الأصى وقت طلعت بيروت من دماشق شوي مكسور تعبان حزين فحسيت أنا بحاجة لملجأ لأم حسيت بحاجة لعناي فصرت أرسم الشجرة وأنا تحتها فهذا شفاني من هذا الحزن من هاي الأحاسيس السلبية التي طلعت فيها من دماشق فظليت أرسمها أكثر من سبع سنين ولهلأ بيشتغل عليها دوتان زنطان يعني موعة طول موعة تلتاني موضوع آخر هو العشاء الأخير يعني تحدثنا عنه في بداية اللقاء وتقول أن هناك مقربة مع العائلة يعني نعود إلى هذا إلى العودة إلى الأم إلى العائلة إلى الجوهر إلى النواد يعني هذا الموضوع أنا بحبه كثير ورسمته من ثمانينات بعد تخرج من كلية الفنون بحس فيه شي عام وشي شخصي بنفس الوقت العام هو الموضوع اللمة الحلوة فيه موضوع الخيانة اللي صارت فيه موضوع الزكرياتي يعني محمل بتعابير وأحاسيس كتير مختلفة وكتير متناقضة بس أنا كتير بحبه رسمته أكتر من خمسين مرة طبعا أكيد أكتر بس كل مرة ما بيشبه الثاني أنا بحمله بأحاسيس دائما مختلفة نعود إلى هذا التناقض يعني أنت تبحث عن كما ذكرت الإحساس هو أقوى من الفكرة بحد ذاتها لأنه الفكرة قد تختلف والإحساس قد يختلف وفي كل مرة يمكن أن تعبر عن نفس الفكرة بطريقة مختلفة ولكن دائما هذا لا أستطيعي ربما أقول تناقض ولكن هناك دائما هذا اللعب بين الشيء ونقيده في لوحاتك أنا بالنسبة لألي الفكرة العلاقة بالأدب أكتر بالقصة بالرواية بالشعر بس بالفن التشكيلي هناك أحاسيس ينقلها الفنان مع الأسف هلأ بفرنسا كثير بيعتمدوا على الحكي على اللوحة مع أنه علمونا بالمدرسة أول ما أخذنا تاريخ الفن بالفرنسي لا يجب أن نفهم اللوحة لازم نحبها وما نحبها لأنه هي مجموعة أحاسيس عبتنتي إليك فوقت أنت بدخلي فكرة باللوحة تجهت للإعلان أكتر يعني الفن مجموعة أحاسيس بيشعر فيه الفنان العلاقة بكل حياته والعلاقة باللحظة العيشة هلا يعني حلو التعبير أنه اللوحة لها علاقة بحياة الفنان وهذا صحيح أنا أقول بأنه الفنان هو كالسلحفات يحمل بيته على ظهره ويتنقل من مكان إلى آخر وكأنه دائما في عمليات بحث عنده هذا الأمان الذي هو الفن كالسلحفات هو البيت ولكن دائما يبحث عن شيء جديد يتنقل من هنا إلى هناك وتقول يعني بالعودة إلى الشجرة تقول بأنه رسم الشجرة أصبح بنسبة لك معالجة نفسية هل الفن هو يعني بالعموم محاولة لمعالجة النفس من خلال اللون من خلال الموضوع من خلال ضربة أريشة على اللوحة حلو هذا السؤال كثير يعني أنا طلعت من سوريا أكيد بحاجة لمعالجة لأنه ما كنت طبيعي أبدا يعني راح مني كل شيء ساويته أنا خلال 30-40 سنة والبلد صارت صعب كثير نعاش فيها يعني فأول شغلة الفن أكيد بيعالج نفسيا يعني تعالجت بثلاث شغلات البحر ببيروت المطر جميل ببيروت والفن بس أكتر شيء الفن لأنه كنت أرسم من أول يوم فتت على بيروت واستأجرت بيت قعدت أرسم غصبه لعني يعني ما لقيت كأنه الواحد عبي ياخد دواب يريحه عن طريق الفن أحلى معالجة بالدنيا هي الفن ماذا تشعر عندما ترسم هل تنسى نفسك؟ هل تنسى نفسك؟ أشعر أني أمتلك العالم أنسى نفسي تماماً يعني أيام الراديو بيوش ما بقدر غيره بيسمعكوا موسيقى أو شيء فكتير بفوت باللوحة يعني وكتير بستمتع بالعمل وما بحس بالأوقات اللي بقضيهم بمرسمي أبداً يعني أجمل الأوقات بحياتي هو بشغري بالمرسم ما بتعب أبداً بالفن حمود شانتوت أنت تنقلت بين ثلاثة مدن مهمة جداً دمشق بيروت باريس أين تجد نفسك؟ فعلياً كنت أجد نفسي في دمشق الآن أجد نفسي في باريس لماذا؟ لا أعتقد أن الإنسان ممكن أن يتغير بعد الأسى وبعد الألم ممكن أن يتغير الإنسان يميله إلى بلاد جميلة هل يمكن أن نتغير؟ هذا هو دائماً السؤال الفلسفي يعني هل يمكن أن نغير شخصاً آخر أو أن نتغير نحن؟ ربما نتأقلم ولكن هل نستطيع أن نغير ما نحن عليه؟ أنا أعتقد أكيد إذا أشتغلنا على حالنا فينا نتغير يعني هذا الشيء كثير يعطينا استقرار نفسي أكيد ونقدر نستمتع بالوقت العايشين به هذه البلاد الجميلة باريس بلد جميل جداً ما الذي يعجبك؟ عدل كنائس وهذه الأجواء الخشوعية يعني التأملية هي الكنيسة كانت فترة معينة في حياتي يعني بس ألا أنا بحب باريس بحب شوارع باريس بحب متاحفها بحب فنانيها فيها العالم كله موجود هون وهذا أجمل شيء بباريس أن كل الحضارات موجودة هون بالفعل نعود إلى معرضك التانت ميران كونتر أو الانتظار الليل اللقاء الذي يقام في غالوري تيران فاق من الثلاث عشر من سبتمبر إلى الثلاث عشر من أكتوبر كم لوحة في هذا المعرض؟ المعرض بشكل عام في 36 عمل في إياس فوق المترين وفي إياس 24 سنتيمتر في إياسات صغيرة وفي إياسات كبيرة ويتمحمر المعرض طبعا عن الموضوع الرئيسي هو عشاء الملائكي أو العشاء الأخير نعود إلى هذا العشاء بس أكيد ما له علاءة بالدين يعني هذا الشيء فني من المية بالمية وإله علاقة أيضا بهذه الرموز التي شكلت طفولتك في سوريا شكلت أيضا عملك كفنان يعني من دمشق إلى بيروت إلى باريس كل هذه الرموز التي تعني لك الكثير أوجدتها في هذه اللوحات؟ أكيد المعرض أو أي لوحة بتحمل حياة الفنان بتعبر عن أحلامه بتعبر عن ماضيه بتعبر عن ذكرياته عن حنينه كل هذه الأشياء هي موجودة بأي لوحة بالمعرض وهذه محطة مهمة جدا من نسبتي لك هذا المعرض؟ كثير كثير مهم أول مرة باستخدم موضوع واحد لمعرض شخصي بالعادة أنا بعرض كل شغلي بالمعرض ممكن طبيعة سامتة ممكن منزل طبيعي ممكن بورتري بس بهذا المعرض أول معرض أول مرة بحياتي بيشتغل على موضوع واحد تقريبا بمواد مختلفة في كثير تقنيات مختلفة بالمعرض في على كرتون في على أماش في زيت في أكريك يعني كثير في مواد مختلفة بالمعرض في كثير إياسات مختلفة في أعمال كبيرة في أعمال صغيرة وهل يختلف العمل على موضوع واحد في معرض عن العمل على مواضيع مختلفة في المعرض الواحد كتير أسهل نشتغل على مواضيع مختلفة بالنسبة لي أنا أحب أحب غير كتير بشغلي يعني دائما معارضي في كل المواضيع يعني في الطبيعة الصامتة وفي البورتريهات كل شي برسمه خلال هالسنة بعرض وكن كل سنة ساوي معرض بسوريا هلأ كل خمس سنين على أمل أنه يوما ما ترجع يعني تعرض بالشكل مستمر كل عام سنويا في نهاية الحديث أود أن أعود معك إلى أجواء الكنيسة وإلى الشمع المنير لنتوقف ونلتفت إلى المغرب اليوم في الزلزال الذي ضرب المغرب وربما نضوي شمع للشعب المغربي الذي يعاني اليوم أنا أشكرك حمود شاندوت على هذا اللقاء الجميل معك وأذكر بمعرضك التانت نوي رنقونتخ اللقاء الليل عفوا الانتظار الليل اللقاء الذي يقام في الدائرة الخامسة من باريس في غالوري تيرانفاق لمدة شهر أنا أشكرك على المشاركة معنا شكراً كثير مدام ماشا وبشكر برنامج مراسي على اللقاء الكثير حلو نرسي كثير لكم شكراً لألك ونتابع مع ميز حرب وأغنية جميلة لها كنا سوا شكراً للمشاهدة